البعض استغرب التصريح ده علشان هو كان ليه تصريح يعني من كذا شهر عن ان هو بيهاجم فيه المهاجمين بتوع نادي الاهلي بيقولها ما عنديش مهاجمين وناس طرعت انتقدته الادارة دارة نادي الاهلي قالت له يعني مفروض ان هو احنا مش بنتعامل ده في البرس كونفرنس في المؤتمرات الصحفية قدام الناس بالنعيب في اللعيبة بتوعنا وهو طول الفترة اللي فاته ده ما كانش بعمل ده مبارح في المؤتمرات الصحفية لما لقناه بيرجعتين ينتقد اداء اللعيبة بتاعته بينتقد اداء عدم التسجيل من اصف الفرص بينتقد الاداء بتاع اللعيبة بينتقد عدم الالتزام بالدفاع كان فيه هناك كان فيه على حد قول يعني اندفاع فيه الهجوم وعدم الحفاظ على مراكز الدفاعية رأيك كيف ان هو عاد تاني يرجع تاني ينتقد اداء اللعيبة هو مبارح منطقة يعني عكس التصريح بتاع وخلي بالك تصريح بتاع المهاجبين جيب بشكل ايجابي يعني احنا مثلا مش مع كلهم يعني عندنا شادي حسين شادي حسين انا شادي خلا يعني انا كنت مرحب جدا بالفكرة انتقال شادي وشادي من مهاجبين المميزين جدا جدا ممكن يكون فيه تأثير عن شادي ممكن يكون فيه تأثير عن شادي بس لازم ياخد فرصة الفرصة عنده لسه يعني بعد مبارات افريقيا اعتقد شادي يبقى عنده مساحة كبيرة جدا في الدور المصري اللي هو يقدر يثبت يعني اعز اقول الله رأيك اكتر لاعب انتقاد في النادي الاهلي الفترة الاخيرة كان حسين الشاحات صح حسين الشاحات ما ردش عرصة لا احنا اتكلم على عيب مصري عشان العقلية شوية حسين الشاحات ما ردش على سوشيال ميديا حسين ما كتبش تويتا ما كتبش بوست على الفيسبوك لا حسين رد في الملعب صحيح ده دور لعيب الكورة دوره اللي هو يرد في الملعب من ادائك ان دلوقتي اللي كان بينطاقت حسين هو اول واحد بيشيت به حسين هو داعم لحسين هو اللي بظهره ليه لان حسين سكت حسين عارف اللي هو كان مأثر لكن دلوقتي من اهم او اهم دقاف في النادي الاهلي او في منظوم الهجومين النادي الاهلي هو حسين الشاحات صحيح فلازم اللعيب يعرف الموديل الفني مش عايز يعني مش عايز يخسر هو عايز يكسر عايز يشوف افضل اللاقية عنده ده تصريح أيمن أشرف مبارح ممكن الناس تنتقدوا في التصريح برضه لكن أنا بشوف ده احترافية هو مدير فني شايف أن تصنيف أيمن أشرف بالنسبة له هيطبق له إيه؟ لا هو رقم 4 أو رقم 5 من حيث التطبيق دي في النواة الدفاعية ده يعني عشان الكلام كتير فهو يعني خلاص ريح الناس كلها وطلع التصريح من جواه وتصريح أنا بشوفه في احترافية كبيرة جدا ممكن يكون احنا ما تعودناش على التصريح أو المصارحة دايما كده في وسائل الإعلام بس هو تصريح مقترم جدا من الراجل عارفه وعايزه نفس الكلام لشادي أنا بتمنى لشادي يركز أكتر يشتغل على نفسه في التامرين أكتر عشان التوفيق التوفيق ده مهم جدا لمهاجم عشان لما يجي يلعب التوفيق يجي حتى وهو مش ممكن ما يكونش كويس في الملعب لكن هللاقي الكرة هتمشي معاه وطاعة لازم يكون من اجتهده في التامرين وتعب حمد شريف أتخذنا هو من ثالثي شادي حسين يعني هو من الناس اللي هي مركزة جدا في التامرين أتمنى أتمنى وشوفناه في سراميكا كربعة تركيان الراجل الهدف التاريخي لسراميكا وأنا متابعه من أيام الممتاز بي كمان أنا متابعه من أيام الممتاز بي من أهم العناصر اللي أنا كنت بشوفها في فرقة سراميكا ويقدر يستحق اللي هو يرتدي تشيرت النادي الأهلي أتمنى لسه الفرصة قدامه يعني الفرصة ما خلصتش لأ الفرصة قدامه يقنع أي حد الجمهور ومستر كولر ومجلس الدارة النادي ويقنع الجميع في خلال الفترة اللي جاية محمد شريف الناس بتنتقدوا الفترة الأخيرة محمد شريف تسع هدف في الدورة الممتاز أداء مبارح نزل حتى ليه شكلي في التحر لأ هجوم النادي الأهلي لأ يؤدي الفترة اللي جاية لكن لازم التركيز في أنصف الفرص مهاجمته بقى للعبين هو بيوصل للعب رسالة من خلال وسائل الإعلام إن لأ أنا مش راضي عن الأداء لازم نركز إحنا ما عملناش حاجة ما برضو خدت بالك النادي الأهلي ما عملش أي حاجة لابت النادي الأهلي لسه ممكن لقدر الله خصارة ناقف روكي تضيع كل التعب وكل الفترة اللي النادي الأهلي بيشتغل عليها يمكن الدوري ممتاز حسن للنادي الأهلي كاس السوبر خد كاس السوبر خد كاس مصر فالنادي الأهلي ماشي بخطة سابتة الموسم ده لكن الأهم واللي هينجح الموسم كولر وهيرجح موسم اللاعبين دي كلها وهيبروز المجهود ده كله هي بتورة أفرق النادي الأهلي بعد ما كانت نقبأ وقلصينا وقعدنا من الخروج منها بيرجع بشكل كويس هو ما بيرجعش وخلاص بيرجع بأداء ونتيجة مع الرجاء بيرجع بأداء ونتيجة والنتيجة كبيرة قدام الترجي مهما كان الأسامة دي يعني ممكن يكون الأداء داخل أرضية الملعب مش مقنع للترجي أو الرجاء بس في نفس الوقت لو خرج الناس كنت هتحدعلهم مشان اللاعبين وهتنتقد اللاعبين بشكل كبير جدا وهتنتقد مستركولر لكن هو بيتجوز عقبتين مهمين جدا الرجاء والترجي بعد ما كانت عقدة شمال أفريقيا للأنديها المصري لا دلوقتي النادي الأهلي بقى هو على عقدة لأنديت شمال أفريقيا فلا التطويق ببطوط أفريقيا والتركيز حتى حالياك قلت النادي الأهلي هيخش معسكر مبكرا فواضح التركيز هو مش عايز يفرط في الفرصة الفرصة والحسم ممكن يكون من قاهرة لأن النادي الأهلي زي ما قلتلك هيكون عنده دعم جمهير كبير جدا واتمنى الساعة جمالية تزيد